مرحباً وسائل خير عليكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان وكل بيت في حلقة جديدة من برنامج حكاية كل بيت ما تنسوش تستنيونا كل يوم 3 ساعة 3 ونص النهاردة ولأول مرة أنا هستخدم الورق وأنا بتكلم معكم ليه؟ لأن الموضوع النهاردة مش محتاج ارتجال لا محتاج تعمق في الإراية في الكلام في المناقشة قبل ما ببتدي في الورق عايز أقول حاجة هو في حد فينا يقدر يعيش من غير كرمته بمعنى لا مال ولا سلطة ولا جاه ولا أي شيء يخليك تستغنى عن كرمتك عشان كده قريت حاجة واللي هي في الحياة نوعين من البشر نوع بيخترع الأعذار بينكوش هناكش عشان يبعد عنك والنوع التاني بيخترع الوهم عشان يبقى معك نوع بيدي لك الحب والاهتمام من غير ما تدي له أي حاجة بس كده بيحبك لله في لله ونوع تاني بيديك الألم والوجع والأسوة والهجر والحب سوري الصد والجحود بعد ما تدي له كل حاجة وقتك واهتمامك وحبك وكل تفاصيل حياتك ومتبعتك ليه وهو بيختار أنه يبعد عنك الناس دي بتختار النوع التاني وللأسف بينسوا الأولانك ليه؟ لأن طبيعة البشر مايفهمها الشغل اللي خلقها دي حاجة الحاجة التانية فيه ناس بتقول أن العتاب دليل المحبة بس في بعض العتاب بيبقى إهانة لك إزاي؟ المحبة يا جماعة بتفترض التبادلية مش الأحدية يعني إيه الكلام ده؟ يعني خدوهات هديك في المقابل أنت الديني مش بتفترض أن أنا أخد 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 بس ومتديش أي حاجة عشان كده لما بتعاتب شخص على عدم اهتمامه بيك أنت بتقل من نفسك كتير لأن الاهتمام مطلب ما بيتطلبش لأ ده بيتحس أنت بتدي حاجة فالمقابل أنت بتكون مستني لقدامك يديلك حاجة بس ما ينفعش تطلبها منه لأن دي بتقل منك حتى الحاجة أنت لما تيجي تديها بعد كده بتديها من غير أي شغف لما بتعاتب على أمور المفروض أنها تكون بديهية وإنت مفروض تشوفها بعينيك أنت معنى كده أن أنت كان فيه إشارات وتدريج أنت مكنتش واخد بالك منه ومكنتش ملاحظه ومتعمد أن أنت تتجاهله أو كنت مشغول أن أنت تعاتب عليه نصيحة العتب دليل محبة آه لكن الكرامة أهم من الحب وعشان كده عامل بالمثل واحفظ كرامتك اللي عايزك هيلاقي من سوق بالباب ما تخليك واللي مش عايزك مش هيشوف أبواب العالم كلها عشان توصلوا ليك قريت كمان عن الكرامة حاجة معينة حاب أقولها قبل ما أطلع فاصل نحن لا نحب الرحيل ولكن بعض الأشياء لا تستحق التكملة حينما يتعلق الأمر بالكرامة نسقطكم من حيث رفعناكم نطويكم طي الصحف إن وجب لا يغرنكم مقامكم في قلوبنا فكرامتنا أعز علينا منكم فكما رفعناكم ننزلكم وكأنكم شيئا لم يكن لم أخلق من أجلك ولم أخلق لإرضائك ولم تصرخ أمي تلك الصرخات لكي أخرج وأكون أكبر همك وحديث فمك لم أطلب عفوك ولم أسعى لرضاك ولا أريد حبك ولا يهمني كرهك افعل ما شئك فإن يدي لا تلوى وقلبي لا يهان اعلم أن كرامتك وكبرياءك هما هويتك فلا تتنازل عنهما فلا أحد يستحق علم هنروح لفاصل ونرجع تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا عارفة دي الكلام اللي قلته ده ممكن يلمس ناس كتير قوي وأولهم أنا الكرامة يا جماعة مش شيء تقدر تشتريه مش شيء تقدر تتزلله لا الكرامة ما بتبقى موجودة موجودة فيك برضو من الحاجات اللي قارتها مهم جدا ما تهجرش حد ولكن ما تمسكوش بإيد اللي عايز يبعد ما تحاولوش تختبروا حجمكم وأهميتكم مع شخص عايز يبعد ما تكبروش حد على الوجود في حياتكم عشان الصناع الود أسوأ بكتير من الجفا نصيحة ما تسألش راحل ليه مشيت عشان أكيد جهز أسبابه وأعذاره قبل شنطه كمان قررت موقف عن عن علاقة كده اتنين السبب الرئيسي إن هم ما كملوش مع بعض هي الكرامة ده بالنسبة لأي اتنين مرتبطين طب بالنسبة هل في بيتنا في حكاية كل بيت هل في كرامة طبعا أنا كولد وأنا كبنت لأ أنا والدتي ما تزعق ليش كده لأ أنا والدي ما يزعق ليش كده قبل ما نكمل في الموضوع عايزين ناخد تليفون ألو 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 السلام عليكم ألو السلام أيوة ألو أيوة سامع حضرتك تفضل أحمد معي ألو عليكم أيوة أزاي حضرتك عامل إيه منور الدنيا ربنا يخليك شكرا لك وموضوعي أيوة أيوة طب وإيه رأيك في موضوع الكرامة هل ده بيمس الرجالة بس والستات بس ولا خلينا ناس محايدة لا خلينا بالمحايدة مش كده برضو مش كده برضو مش كده مش كده مش كده مش كده مش سامع حضرتك أستاذ أحمد تفضل ألو أيوة سامع حضرتك تفضل مع حضرتك أيوة شكرا أستاذ أحمد شكل خط قطع هل مع الأب والأم في كرامة ولا هي الكرامة بس إحنا لازم نخليها واستصحابنا مع الناس اللي بنحبهم مع معرفنا الكرامة يا جماعة مش معنى أن انت تديني أردر أنا أنفزه لأ الكرامة أن انت ما تقلش مني ما تقلش من أسلوبي ما تستهترش بكلامي لازم أنا يبقى لي قدر معين عند أي حد سواء صديق أو أخ أو حبيب أو أب أو أم الكرامة ده شيء كبير إحنا لو مش حطينه في حجم الطبيعي إحنا مش نعرف نعيه الدنيا تبقى غابة ربنا ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل بس في حاجة كده اسمها كرامة دي يعني بتمس أي إنسان من أي بلد من أي ملة من أي ديانة الكرامة شيء مهم يا جماعة أنا مقدرش أبقعدة على الكرسي اللي أنا فيه ده من غير كرامتي أنا مقدرش أكون بتكلم معاكو من غير كرامتي إنت ما تقدرش تحب حد أو تتجوز حد أو تقول أنا عايز حد من غير كرامتك إما الأغلب العلاقات وحالات الطلاق اللي موجودة دي كتير بسبب إيه؟ بسبب الكرامة بس فيه ناس بتتلكك شايفة إن الكرامة عشان الصوت علي عشان نفست رأيي الكرامة أسمى وأرقى من كده بكتير إني أنا ماينفعش تقلل مني أنا محايدة مش بتكلم على الرجالة وعلى ستات عشان حلقة اللي فات كان على الرجالة ونزعلت مني لأ أنا بتكلم عموماً أنا ليه رأي ليه شخصية ليه طبع ليه أسلوب لازم أي إنسان في الدنيا يحترمه عشان ألاقي الاحترام وبين الاحترام والكرام يا جماعة شعرة دي حاجة الحاجة التانية من ضمن موضوع الكرامة إن فيه ناس مهماً كانت درجة حبها للشخص ممكن تتنازل عنه بكل سهولة على فكرة قوعوا تفتكروا إن الحب أهم من الكرامة لأ الكرامة بتمشي أي علاقة أب أم أخ صديق بتمشي أي علاقة ممكن بيحسبوها يعني حب العشرة عشان بيبقى فيه احترام متبادل بين الطرفين عشان بيبقى فيه مودة عشان بيبقى فيه أطفال الكرامة يا جماعة بتتدخل في أي شيء أنت لو أي حد مثلا مسك تليفوني وقعه في الأرض أنت هنتيني محترمتنيش الكرامة كبرياء غرور غرور الكرامة شموخ من الناس اللي علمتني أحافظ على كرامتي قوي 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 هو والدي والدتي ربنا يديهم الصحة وطلط العمر يا رب أني أنا أمشي كل خطوة شوفينا قدامك طالما ما فيش حد يلوي دراعك بحاجة خليكي ماشي زي ما أنت ربنا خليهم لي ويديهم الصحة عايز أقول لهم أنا في المكان ده بصبابكم كل حلقة هفضل أقول الكلام ده لحد ما ينتهي عمري أنا أي مكان موجودة فيه بسبب والدي والدتي ربنا يديهم الصحة وطلط العمر علموني يعني إيه عزة نفس علموني يعني إيه كبرياء علموني يعني إيه غرور مش في الغلط مش إن أنا أبقى متنكة على خلق الله لأ علموني يعني إيه إنسانة اسمها ميرنا المصري تبقى ماشية ورصها دايماً فوق بالأدب وبالزوء وبالاحترام علموني يعني إيه الكرام الموضوع ده أنا مش جايبها من فراغ لأ أنا جايبها عشان أنا مش درسها أنا شربا من والدي والدتي علموني يعني إيه أربي إخواتي على عزة النفس أنا عندي إخوات صغيرين يا جماعة الحياة مش هات 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 لأ الحياة خد احترمني هاتلاقي ممكن أديكوا على قد ما تكتفوا من العطى ومن الحب ومن كل حاجة حلوة بس في المقابل ألاقي في المقابل أخذ ما فيش إنسان بيدي حاجة من غير ما ياخد منها من غير لازم ياخد من اللي قدامه لازم يلاقي حب اهتمام احترام تقدير والتقدير يا جماعة برضو مهم جدا أنت لو ما قدرتنيش أنا مش هشوفك قدامي أنا من نوعية الناس إن لما بزعل زعل بيكون باحترام شديد جدا بمعنى إن أنا ببعد وبقف البقي عن أي أسرار عن أي مشاكل حصلت بيني وبين الشخصية دي سواء ناس زميلي سواء أصحاب سواء أهل سواء معارف الاحترام يا جماعة والكرامة والغرور والشموغ إن انت لو في زعل بينك وبين حد تنسحب بكل أدب ولازم يبقى عارف إن صندوق اللي سود اللي جواك مش هيتفتح لزعل هيفتحه ولا بعد هيفتحه الناس طول عمرها هتحترمك حتى بعد ما تموت اسمك هتذكر بكل خير بدل من تذكر أنت قلت أنت عدت أنت سويت الإنسان أنا شايفاه يبقى محترب أكتر من اللازم الدنيا واخدانة في حاجات كتير في صفر في أكل في شرب في فصح في حب في علاقة طب إنت إمتى هتفوق لنفسك وتقول أنا عندي كرامة أنت إمتى هتفوق لنفسك وتقولي لأ أداء دا بيستهتر بيا دا أنا مش فرق أنا مش فرق معاه هي ملاش علاقة أن أنت تتقالي ولا هو يتقل لأ ليه علاقة أن أنت يكون عندك كرامة واحد مش عايزك خلاص تخدي جنب وإيه يعني واحد وإيه يعني واحد راح يجي غيره الدنيا ما بتقفش على حد يا جماعة الدنيا ما بتقفش على مخلوق شخص راح يبقى موجود في مليون ألف شخص غيره في الدنيا دا اللي أنا عايز أقوله كذلك الولد الولد دايماً بيشوف لا دا حب عملي دا ما قدرش أسيبها وكذا وكذا ممكن تكون البنت ما قال لنا من كلامة الولد كتير والولد بيعدي يعني 2% من الولاد اللي بيعدي ومش كل الولاد لأن الولاد عندهم كرامتهم شيدة جداً 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 حتى لو البنت مش غلطانة على فكرة ما عرفش سفيه ناس بتشوف دعيب وفيه ناس بتشوف دي حاجة كويس بس أنت لو هي برضو مقدرت مقدرتكش ومحترمتكش واحترمت كلمتك واحترمت كلامك مثلاً ما بقاش لها لازمة العلاقة ما بقاش لها لازمة طالما ما فيش احترام وحب فيها وموادة وكرامة أنا شايفة أن العلاقة يا جماعة ما لازمة نفضها أحسن يبقوا أي اتنين صحاب كرامتك مهمة جداً مهمة جداً دايماً المزيعة الزميلة ردوة الشربيني أنا بحترمها جداً وبحبها جداً دايماً بتبقى وقفة في صف المرأة وكرامتك وكذا وجذا يعني فيه ناس كتير ممكن تهاجم ردوة لكن أنا ردوة من الشخصات اللي بحبها جداً لأنها بتتكلم في حاجات حق بتتكلم يعني لو خدتوا بالكم من محاور مواضعة كلها أتلاقيها بتتجه ناحية الكرامة هي قاع يعني محايدة من نسبة للمرأة بس هي بتتكلم كلها عن الكرامة أنت لو مش يعني مش مقدرة نفسك ومقدرة أهلك ومقدرة البيئة التي ربتي فيها ومقدرة تعليمك ومقدرة جمالك ومقدرة تربيتك هيتدس عليك هيتدس عليك معنا تليفون نقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام سيهام معي أهلاً لو عايز أقول لحضرتك أن أنا أم الولد والبنت والولد قاسي علي من أموه عنده 8 سنين وعملت معاه كل حاجة حلوة آه ومش قادرة هو يعني مش قادرة أعرف هو قاسي علي ليه هو عنده كم سنة دلوقتي متجوز معي ثلاث أولاد ولسه عاملة معاه مشكلة يوم الجمعة ويسبب لي في جلطة وربنا قرمني وفوقتي منها وقاسي علي جداً أما حتى قدامه في الشارع ما يططيش يشلني أما أبقى مريضة وراحة زيارة له ما يخشش يقول لي سلامتك ومش قادرة يعني يوم الجمعة دعيت علي وقلت كل الجواية أنا عصبية جداً ومش قادرة ما بقدرش أتمسك نفسي عند الغضب ومنفصلة من أبوه بقالي 13 سنة ومش عارس أعمل معي إيه عملت معاه كل اللي أنت عايز تقولي عليه وتطبط عليه وخدته باقي وعنده ولد عيد ميلاده بعد بكرة مش عارف هروح لابنه إزاي مش عارفة شيع لابنه الهدية بتاع عيد ميلاد إزاي ابنه ده هو نور عيني أنا أسفل مقاطعة حضرتك بس ده ما لهش علاقة بالكرامة ده جحود ده جحود ابن على والدته عايز أقول لحضرتك على حاجة ربنا يصبرك على الابتلاء لأن ده أنا سميه ابتلاء الدنيا دوارة والله الدنيا دوارة والله ابنه اللي حضرتك عايزة تحتفلي به بعيد ميلاده هيلف الدنيا وابنه هيعمل فيه كده بصي أنا ما نصحكيش بالموضوع ده عشان أنت له هتتوجهي أنت له هتتعابي عملي فيه مفيش حد هتوجه على الدعوة دي غيرك أنت وحيد وهو اللي حلتي ومعرفش قاس علي لي ما عملتش بيها جواحي الدنيا واخداء يا مادام سيهم الدنيا واخداء وده جحود مش جايباني إن أنا أروح عنده تاني قرمتي مش جايباني أروح عنده البيت تاني عشان ابنه عايز نصير واروح لابنه ابنك هيجي لحد عندك ما تتعبش نفسك تاني وربنا اللي هيجبهولك هيجبهولك يعني مكسور ومزلول ومش لاقي غير كتفك شكرا مادام سيهم عايز أقول حاجة يا جماعة بالنسبة لموضوع مادام سيهم ده ملوش علاقة بالكرامة لا ده جحود هي بتتكلم من ناحيتها الشخصية إن أنا كرامتي مدقاني إن أنا مش عايز أروح له تاني إن هو بيعمل وبيساوي فيه هي غصبة عندناها أم أي أم ممكن تعمل كده بس ده الولد ده ده عنده جحود جحود وأسوى في المشاعر لما أمه عيطت قدامه ما صاحبتش عليه فأنت ربنا يعني ربنا معاك أنت ربنا هيجيبك لحد عندك لحد عندها راكع بسبب اللي أنت عملتو الدنيا دورة وابنك هيعمل فيك زي كده من الحاجات الجميلة برضو نرجع لموضوعنا من الحاجات الجميلة اللي قارتها عن القرامة إنك تكون وحيد خير ليك من إنك تكون بديل ما تكبرش نفسك على حد ولا تكبر حد عليك إنك تسند على عصايا خير ليك من إنك تسند على كتف هو مش عايزك ما تعملش المستحيل لشخص ما عملش ليك الممكن ما تخسرش نفسك وإنت بتحاول تحافظ على اللي بيهتم منه ويفئدك بيهتم منه يخسرك بيعافر عشان يخسرك ما تعتبش حد قصد يعمل حاجات يأذيك بكل بساطة ابعد وبعده عن حياتك قبل ما الحلقة تخلص ووقت الحلقة قليل والكلام في الموضوع ده كتير 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 ومش بيكفيه حلقة ولا اتنين ولا تلاتة عايز أقولك كلمتين نسيبي الورق اتعلموا الاكتفاء بالذات والاستقلال في المشاعر فمفهوم الأبدية أصبح نادر والحب إلا هو أسطورة رسمتها أفلام السينما في عقولكم أما أنا أما أنا فقرأت كلام يمثلني جدا أما أنا فلست نصفا لأنتظر الأحد يكملني أنا مكتفن بذاتي وإذا أتى شخص ما هو إلا نجم يزين سمائي وإذا رحل فما أجمل السماء وهي صافية كنتم معنا النهاردة في حلقة حلوة من حكاية كل بيت وشوفكم الحلقة الجاية والأسبوع الجاية في حكاية كل بيت ترجمة نانسي قنقر